الرزاق صيغة مبالغة تدل على معنيين كثرة الرزق في ذاته فلو حسبت ما رزقك الله منذ أن كنت في رحم أمك إلى يومك لو وجدته شيئا عظيما كثيرا هذا في حقك أنت فكيف في حق الخلق كلهم فهو الرزاق جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب ورزقه متنوع رزق يقيم الأبدان هذا مما يدركه كثير من الناس عندما يطلق الرزق ما يقيم الأبدان من المأكل والمشرب لكن ثمة رزق فوق هذا وأهم من هذا وأعظم من هذا وهو رزق القلوب بالهداية رزق القلوب بالاستقامة رزق الإيمان والهدى والصلاة هذا رزق لا يعدله شيء من سائر الأرزاق فإنه حياة الأرواح والقلوب وهو سعادة الدنيا والآخرة وهذا من رزقه جل في علاه فهو رزق ديني شرعي روحي تحصل به للناس السعادة والآخر رزق الأبدان الذي به تعيش وتقتات وتحصل مصالحها وتدرك حاجاتها وكلاهما الله هو المتكفل به